فقط الحدث عملية التعداد السكاني في مخيم بحركان النازحين بمدينة أربيل حيث التزم سكان النازحون بإجراءات حظر التجوال أملين أن تسهم نتائجه في تحصين وضعهم المعيشية الصعبة قذفته الظروف إلى مخيم النازحين بأربيل لكن التعداد السكاني العام في العراق لم يترك خارج الإحصاء حيث استقبل أبو عمر فرق المسح بعينين تترقبان العودة إلى الموصل متهماً السلطات العراقية بالتخلي عنهم فإحنا نريد أن يعوضون الناس إذا يريدون أن نطلع حتى المواد التي كانوا يجيبوها قطعوها ما ينطوها بالإضافة هذه الصحيات يمكن أن يكون سنة ما أخذنا لا صابون ولا الشامبو ولو كانت كل أكسباير بس ما يجيبوها نهائياً ما يجيبوها والأمر للأله والواحد للقارب تقبع قرابة 150 عائلة في المخيم تحت رحمة مصير غامض بينهم عائلة أم زيد ملتزمين بحذافير حظر التجوال حتى إتمام الفرق المختص لمهمتها في التعداد السكاني العام والله إحنا عائلة قاعدة بالمخيم جاينا ننتظر جماعة التعداد السكاني وعدد نسي نفرات التعداد السكاني العراقي يتم بسلاسة في إقليم كردستان دون وقوع أي تحديات تذكر مع تطلعات وعدة بأن يحمل هذا الإحصاء مردوداً إيجابياً لسكان مخيمات النزوح من مخيمات بحركة للنازحين في أربيل أحمد الحمداني الحدث